حاجة تشرف ده عنوان بداية مشوار رحلة الاهلي في كاس العالم للاندية ويفضل الاهلي الحقيقة واحد من اهم مصادر السعادة واهم مصادر الاحساس بالفخر عند الاهلوية بشكل خاص والمصريين بشكل عام اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة بداية المشوار نهاردة طبعا هنتابع اولى ايام نادي الاهلي في مونديال كاس العالم بعد وصوله بالامس اللحظات اللي رجعتنا لذكريات حلوة كتير جدا وتباحة كل المصريين الحقيقة يفضل الاهلي حاجة محترمة برموزه اللي بنتعلم منهم بتاريخه اللي حفظينه سطر سطر ببطولاته وبانجازاته بنجومه اللي بيمتعونا دايما لكن تفضل احلى حاجة مرتبطة بالنادي الاهلي هي جمهوره العظيم جمهوره الحقيقة اللي استقبل فرقتنا نبارح ونجومنا احسن استقبال في كاس العالم الاندية الحقيقة يمكن بداية مشوارة هنتابعوا يوم بعد يوم مع حضراتكم ننقل لحضراتكم الصورة بشكل كامل لطمن على فرقتنا وعلى كل الخطوات اللي بياخدها مستر مسماني مع نجوم النادي الاهلي عشان يستعدوا للانطلاقة اللي ان شاء الله بإذن الله تكون موفقة أمام دحيل القطري مساء الخير على حضراتكم وأهلا وسهلا بيكم في السادسة ومساء الخير يا صار مساء الخير عليك يا أحمد ومساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من السادسة وزي ما أحمد قال احنا مع حضراتكم لحظة بلحظة أخبار طبعا بعثة فريق النادي الأهلي هتكون مع حضراتكم ونقول لكم كل الأخبار لأننا الحقيقة بنعيش وبنوثق لحظات تاريخية لأن احنا في كاس العالم الاندية في المونديال بطولة الكبار النادي الأهلي ممثل القارة الإفريقية وممثل طبعا الكرة المصرية في بطولة كاس العالم الاندية وطولة ما يبقاش فيها غير الكبار زي ما قلت كل أبطال القارات موجودين وطبعا يعني ظهور مشرف وأن احنا نكون في بطولة زي دي حاجة كبيرة قوي وحاجة كل أهلاوي كان بيتمناها من مشوار دوري أبطال أفريقيا طبعا وشايفين قد إيه الحقيقة الدعم اللي واصل من جماهير النادي الأهلي لفرقتنا سواء دعم جماهير الأهلي في مصر المحتلين السوشيل ميديا وتويتر بسبع هاشتاج مبارح معاك يا أهلي ويلا يا أهلي وأبطالنا في المونديال وواصل قد إيه للعيبة والجهاز الفني هناك حضراتكم قد إيه في ظهر الفريق طبعا وكمان جمهور الأهلي اللي استقبل البعثة وشفنا صور ومشاهد ولا أروع تدي اللعيبة دفعة مهمة جدا في بداية مشوار بنتمنى أن احنا ان شاء الله نشوف النادي الأهلي هو بينجح نجاح كبير في كاس العالمي طبعا خليني أقولك أنه كل البطولات الرياضية أو كل بطولات كرة القدم الكبرى زي ما بيقوله كده الواحد جسمه أشعر يعني الحقيقة استقبال أكتر من رائع وخدوا بالحضراتكم المصريين في دول الخليج عموما موجودين بقوة وجماهير النادي الأهلي حضرة بقوة لا استقبال معنا شيء أحمد أنا أسفل مقطع فينا سكت بتقولك أن النادي الأهلي ملوش جماهير في الخليج فدريبا الصورة آه يعني أفضل رد على استقبال بيبو الحقيقة بيبو الأسطورة يعني في كل مشهد بيكون حاضر فيه بيكون الحقيقة محل استقبال حافل من جمهور النادي الأهلي هتفوله كتير جدا مبارح ويمكن حتى كابتن خطيب بعد ما حايا الجمهور طلب منهم أنه الجمهور يحيي اللعيبة ويحيي كان النادي الأهلي زي ما حضرتكم تابعته مشهد أكتر من رائع واعتقد اللي ممكن يكون أكتر منه روعة إن شاء الله جمهور النادي الأهلي اللي هيكون حاضر في المدرجات وده واحد في رأيي أو في اعتقادي واحد من أهم الدوافع والحافظ اللي ممكن تشجع العيبة على أنها هتموت نفسها في الملعب عشان تبسط الناس دي الناس اللي ماشية ورا فرقتها في كل مكان والناس اللي هتكون حاضرة في المدرجات وغيرهم مئات الألاف اللي موجودين في كل دول خليج هتكون وقفة وبتساند وبتشجع الأهلي بالإضافة طبعا لعشرات الملايين اللي موجودين في كل مكان في العالم ومناسبة كاس العالم الأندية لأنه اسمحوا لي ما جات ليش فرصة أتكلم على الأبطال مصر الكورت اليد يعني الحقيقة الناس دي لابد أنها تاخد حقها وعلى الرغم أن هم خرجوا من دور التمانية وعلى الرغم أن هم احتلوا المركز السابع وده كان مركز يعني لا يليق بحجم موهبتهم وحجم قدراتهم وكنا نتمنى اليوم أفضل من كده اللي أنه الأكيد أنه الفريق ده حظى باحترام وتقدير الشعب المصري بالكامل ما أسرتوش عملتوا اللي عليكم وزيادة وشرفتونا رغم الخروج ورفعتوا اسمه مصري عالي جدا وأعتقد أنه المصريين ما تدايقوش أبد من خروج من بطولة كاس العالم الأندية على إيد الدنيمارك بعد مباراة قوية ومارثة الحقيقة شاد بي العالم كله كتير من المنتخبات الموجودة على الأرض مصري هنا احترمت بشكل كبير جدا واحتفلت بشكل كبير جدا من المنتخب المصري حتى بعد خروجه مشواركم لسه ما انتهاش أنا بقول أنه ده بداية وأعتقد أنه القادم بإذن الله هيكون أفضل الحقيقة فعلا العالم كله كان بيتكلم على قد إيه المنتخب الوطني كان مقدم مباراة رائعة والحقيقة أنا شايف أنه إحنا كنا نستحق الفوز وأعتقد كتير يتفق معايا في الموضوع ده ولكن كان فعلا خروج مشرف ويعني الرجالة دول شرفونا وإحنا بنتكلم على أننا كنا بلعب بطل العالم وشفنا الأداء ده وزي ما أحمد قال هي بداية خلوني أفكر حضراتكم كمان بسؤال حلقتنا اللي احنا متعودين عليه وهو مين أفضل ثلاث لعيبة من وجهة نظر حضراتكم في مباراة الأهلي ومباراة المباراة اللي فاتت وطبعا تقدروا تشاركونا على صفحاتنا صفحات قناة الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي خليني أقول للناس برضو أنه التصويت ده مهم جدا لأنه ده اللي هنختم به شهر يناير نهاية التصويت هتكون بكرة إن شاء الله لغاية آخر يوم في شهر يناير بعد كده إن شاء الله نستنى بقى مطش الأهلي والدحين للقطر هيكون أولى جولات الأهلي في شهر فبراير لكن بناء على تصويت حضراتكم يعني في مطش الأهلي يتحدد مين هو النجم النادي الأهلي في شهر يناير اللي بتصدر الجدول لغاية اللحظة لو الزاكرة ما خدتنيش علوله كابتن علي معلول بدر بنون بدر تقدم في آخر تصويت للجمهور بيجي وراهم وليد سليمان وبعد كده محمد مجدي أفشا وبعد كده طهر محمد طهر ومحمد شريف وتتولى الأسماء في القائمة لكن ده هيحدد بشكل كبير نجم الأهلي في شهر يناير نبتدي مع حضراتكم حلقة النهاردة وأهم أخبارنا والعنوين باتة الأهلي سلبي كورونا في المونزيال ومسحة جديدة لمرجان خلال 72 ساعة فيفا يرحب بالأهلي ويعقد اجتماعاً فنياً بالبعثة عبر الفيديو كونفرنس موسيماني يدرس الدحال بالفيديو ورانجواجا يجهز الفريق للتمرين الأول تجميد الحكم الدولي محمود عشور أسبوعين بسبب الفيسبوك مشاكل خط الدفاع أزمة أرق يورجين كلوب نهائي برازيلي ناري بين بالميراس وسانتوس في نهائي كأس لبرتادوريس مرحب بحضراتكم مرة تانية ويمكن أنا وأحمد لسه نتكلم على الشياكة اللي شفناها في باسة فريق الأهلي مبارح والبدل والفوتو ساشن الحقيقة اللي اتعاملت أو جلسة التصوير قبل طبعاً ما يسفروا علشان كاس العالم للأندية أو المونزيال وفيفا يمكن أشادت بالموضوع ده وقالت قد إيه أنه النادي الأهلي مستعد بقوة وأنه فيه شياكة جبيرة بالنسبة للعابي النادي الأهلي وده يمكن احنا متعودين عليه بس الجماهير بقالها فترة يمكن ما شافرتش اللعيبة بالبدل دي والحقيقة أنه الاستقبال وشكل البعثة وهي في المطار يفرح يعني يفرح أنه هم قديهم راحين كل لعب ماسك موبايله بيوسق اللحظة من وهو طلع الطيارة وهو وصل المطار لأنه فعلا كل لعب من دول بيعيش لحظات تاريخية المشاركة في كاس العالم الأندية مش سهلة ومش بتيجي كل يوم ولا كل سنة وكل لعب يعني مبسوط أنه هو بيعيش الأجواء دي يا أحمد يعني فيه فرحة جميلة خلينا نقول اللي حضراتكم مش شايفينه على الشاشة ده ده جزء من جلسة التصوير الخاصة بالجرافيكس بتاعت المباريات حضراتكم عارفين طبعا أنه كل لعب بيتم تصويره مع بياناته مع اسمه مع رقم الفانيلا بتاعته عشان بتظهر طبعا في الجرافيكس الخاص بالتشكيل بتظهر في الجرافيكس الخاص بالتبديلات لكن الساشن دي أو الصورة دي صورة كهرباء دي من الفوتو شوت بتاعت النادي والزير الرسمي للنادي الأهلي الحقيقة يمكن في شكله حتى في الصور اللي شفناها في ملعب التيتش لا يقل بأي حال من الأحوال عن أكبر أنديت العالم يعني الحقيقة مظهر مشرف هو شكل محترف ومحترم جدا ظهر به لعيبة النادي الأهلي وصورة جماعية للتاريخ أنا أعتقد أنه البطولة دي فرصة لكل لعيبة النادي الأهلي على عكس ما ناس كتير جدا شايفينها أو زي ما سمعني يعني ناس بطولة ترفيهية أو ناس بتقول مش عارف إيه لكن الحقيقة هي بطولة بالنسبة لنا مهمة جدا مشاركتنا فيها وتقدمنا في أدوارها بالنسبة لجماهير النادي الأهلي وبالنسبة لعيبة النادي الأهلي في غاية الأهمية الموضوع جد الموضوع مفهوش هزار وإن شاء الله بإذن الله زي ما عودنا النادي الأهلي خطوة بخطوة احنا طبعا همنا الأول وتركزنا كله دواتي في مباراة الدحيل نكتازها وبالمناسبة النهاردة هيكون نهائي الكوبا لبرتادورس النهاردة نهائي برازيلي خالص زي ما كان النهائي الأفريقي كده نهائي مصري خالص نهائي كوبا لبرتادورس برازيلي بارميراس هيلاعب بارميراس هيلاعب سانتوس في النهائي النهاردة واللي هيفوز منهم هو اللي هايشارك فيه بطولة العالم للأندي خلييني أقول لحضراتكم كمان أن يمكن من موسيماني يعني بيدرس نادي الدحيل مش بس من قبل ما يسافر إمبارح هو في الطيارة كان قاعد بيتفرج على مباريات نادي الدحيل بيدرس نقاط القوة والضعف بيدرس فريق الأهلي 4 فبراير يوم الخميس الجاي إن شاء الله أول مباراة في المونديال في يعني حالة من إن إحنا مركزين بس في المباراة اللي جاية ما فيش أي كلام بين اللعيبة بين الجهاز الفني عن مباراة بارن ميونيخ ما فيش أي كلام أبدا عن المباراة دي كل التركيز بس في مباراة الدحيل وأعتقد أن هي دي الاحترافية إن أنا بشوف إيه الخطوة اللي جاية اللي أنا داخل عليها أنا دلوقتي عندي مباراة مهمة هي مباراة التحيل القطري أنا بحضر لها وبراتب لها بأفضل طريقة ممكنة وشوف أفضل تشكيلة ممكن تلعب المباراة دي أفضل خطة بالنسبة لي مباراة بارن ميونيخ مش وقت أبدا إن أنا أفكر فيها بناخد الأمور طبعا خطوة بخطوة يا أحمد طبعا نفسنا كلنا يعني الأول نتجاوز عقبت الدحيل وبعد كده يكون لكل مقام المقال نشوف بقى ماتش البارن ده هنفكر فيه إزاي أنا قلت حضراتكم في البطولات النوكاوت خروج المغلوب دي بتبقى كل الاحتمالات مفتوحة ويا ما شوفنا الحقيقة أندية حتى على مستوى مصر هنا شوفنا أندية محدش سمع عنها قبل كده بتطلع أندية كبيرة جدا في بطولات الكاس عشان كده بقول إنه محدش يحط المقارنات دلوقتي خلينا الأول نفكر في الهدف الرئيسي بتاعنا هو ماتش الدحيل وماتشه بالتأكيد مسهلة على الإطلاق فرقة الدحيل فيها أسماء من العارة تقيل إن شاء الله بإذن أنهم يتجاوزوا المباراة الأولى وبعد كده نبقى نتكلم على بقية المشوار نعدي مع حضراتكم على أخبار النهاردة بسرعة والحقيقة يمكن بعثة النادي الأهلي بالمونديال تلقت اختار بيفيد أنه المسحة الطبية اللي تم إجراءها مساء أمس جاءت جمحة الحمد لله طبعا سلبية لكل أفراد التاقم الفني والإداري والطبي وأيضا اللاعبين باستثناء طبعا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي اللي مسحيتهم بارح جات إيجابية على الرغم إنه كان عمل مسحة طبعا قبل مغادرة القاهرة وكانت مسحة سلبية على كل أحوال هو ما فيش الحمد لله يعني حتى اللحظة ما فيش أي عارض ظهرت عليه حالته مستقرة جدا وأكتر من ممتازة لكن طبعا فيه احترام شديد جدا لكل التعليمات الطبية والإجراءات الوقائية وبنعم عليه هيتم عزله لمدة 72 ساعة وبعد كده يكون فيه إعادة المسحة مرة تانية عشان إن شاء الله بإذن الله تطمن عليه وعلى سلامه نروح بقى للتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اللي عقد اجتماع طبعا النهاردة علشان يرحب ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ده كان النهاردة الدهر عبر الفيديو كونفرنس داخل إحدى اللقاعات المخصصة للنادي بمقر إقامته والاجتماع ده شهد طبعا ترحيد ببعثة النادي الأهلي وده قبل أيام وليلة من انطلاق منافسات بطولة كاس العلم للأندية وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي ومنصق الأهلي لده الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الفيفا الكابتن كمان سيد عبد الحفيز كان موجود والجهاز الفني بقيادة موسيماني ولعيبة النادي الأهلي وسامير عدلي المدير الإداري والجهاز الطبي والإداري الاجتماع شهد أنه يعرف اللعيبة كل التعليمات الفنية الخاصة بالبطولة يشرح لهم كمان كل التعديلات الخاصة بالتحكيم واللوائح المنظمة للمنافسات ده غير طبعا أنهم اتكلموا عن كل الأمور الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا بجانب العديد بقى من الأمور الفنية والتنظيمية واللائحية المتعلقة بمشاركة النادي الأهلي المرتقبة في كاس العلم للأندية طيب إحنا كمان دقائق خليني أقول لحضراتكم وأنتم بتتابعونا كده كمان دقائق هيبتدي تمرين الأهلي الأول استعدادا لمباراة الدحيل وإن شاء الله هننقلول حضراتكم على الهوى بس خليني أروح الحقيقة لغاية لما نجهز وزميلنا يجهزه هناك يعني هنتابع على مدار الحلقة طبعا وهنجيب آخر الأخبار من مقر البعثة ومقر تمرين نادي الأهلي خليني أقول لحضراتكم كمان أنه الجهاز الفني الفري الأول بنادي الأهلي بقادة طبعا مستر موسيماني كان حريص على متابعة عدد كبير من مطشط الدحيل في الفترة الأخيرة الدحيل زي ما قلت لحضراتكم السيزن ده ما هوش الأحسن بالنسبة له يعني هو يمكن بقاله فترة طويلة جدا تقريبا شبهم سيطر وتقريبا بيقدم أداء في منطه القوة وبيفوز بكل البطولات لكن السنة دي الدحيل غير وعلى الرغم من كده يمكن استعداده للبطولة دي استعداد خاص جدا طبعا هو دعم صفوفه بشكل كبير زي ما قلت لحضراتكم من صفقة من الدوري الياباني لعيب أفريقي على مستوى عادي جاب تلت أهداف يمكن في المطش السودساء الأخير مع الأهلي القطري جاب لعب إيراني في وسط الملعب برضو بالإضافة طبعا لخط هجوبه المماز جدا جدا اللي يعتبر أقوى خطوطه فمش هنقس على مستوى الدحيل لكن الرجل بيذكر بشكل كبير جدا وعمل جلسات واجتماعات مع سناء تحليل أداء بالفريق عشان يقدر يقرأ ويتعرف على مناطق القوة ومناطق الضعف في فرقة الدحيل وإن شاء الله بإذن الله تكون رؤيته واختياره لطريقة اللعبة والتشكيلة همس النادي الأهلي إن شاء الله تأمن لنا الفوز وتجاوز ولخطواتنا في مشوارنا بالمونديال طبعا مكملين محضراتكم التقطية لباسة الفريق في المونديال بس بعد الفوز برحب حضراتكم من جديد وخليني أقول حضراتكم إن لجنة الحكام بالتحاد الكرة استقرت على تجميد الحكم الدولي محمود عشور وإقافه عن إدارة المباريات لمدة أسبوعين ده ليه؟ ده علشان الحكم نشر تغريدة خاصة بالتحكيم على موقع فيسبوك خلال الأيام اللي فاتت وفيه أصلا قرار من اتحاد الكرة ولجنة الحكام بعدم نشر الحكام أي تعليقات خاصة بأمور التحكيم كده هيتم إيقاف الحكم وعدم حالته للتحقيق يمكن كان محمود عشور طلب من مسؤولي اتحاد الكرة ضرورة الاستعانة برموز التحكيم كابتن جمال الغندور وعصام عبد الفتاح لتولي مقاليد العمل بلجنة الحكام الرئيسية خلال الفترة اللي جاية وكتب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنحترم ونقدر الجميع ونحن أصغر من تقييم من علمونا وأصحاب الفضل علينا ولكن من خبرات ما نتعملنا معهم في إدارة ملف التحكيم أعتقد هذا هو الوقت المناسب لتواجدكم وتعونكم معنا بصدق ونشر صورة كابتن جمال الغندور وكابتن عصام عبد الفتاح ليك تعليق؟ لا لا التعليق ده احنا لدينا علامات استفهام كتير جدا واحد طبعا وبصرف النظر عن الأسماء يعني مع كامل احترام لكابتن محمود عشور وكابتن جمال الغندور وغيرهم من الأسماء أنا هنا مش بتكلم على أشخاص أنا بتكلم على مواقف احنا تعودنا أنه لا يتم الإعلان على أي عقوبات بيتم توقعها على الحكام وخصوصا أن الوقع دي ما اعتقدش أنها مرتبطة بالنشاط أو بالمسابقات يعني مش نتيجة مشكلة حصلت في مباراة أو خطأ في تطبيق القانون وبالتالي صدرت العقوبة أول قدر الله يكون فيه شبهة ما صدر قرار الإيقاف لمدة إسبوعين حتى بدون تحقيق على أقل تأدير كان ممكن يصدر قرار الإيقاف بدون الإعلان عنه لأنه احنا عرفنا أنه العقوبات الموقعة على الحكام لا يتم الإعلان عنها الحقيقة أنه الإعلان على العقوبة دي تحديدا في هذه الوقع تحديدا وإحنا كنا بنتكلم على مشكلات وعلى مسؤولية لجنة الحكام في المستوى اللي وصل ليه التحكيم المصري ونحن لا نقلل على الإطلاق من إمكانيات حكامنا بالعكس ودائما رغم أخطأهم برضو ما زلنا بنصرع أن احنا بندعمهم لأنه نجحهم جزء كبير جدا من نجاح منظومة الرياضة في مصر لكن العقوبة الموقعة بعد البوست ده أو بعد الكلام اللي كتبه الحكم محمود عشور على صفحاته على فيسبوك يأكد على فكرة ما ينفيش أنه فيه مشاكل داخل لجنة الحكام وأن الموضوع مرتبط أكتر وإسمحول يقول بتصفيت حسابات أكتر منها مخالفات تم إقرار عقوبة بسببها الأهم طب ليه ما سمعناش عن عقوبات بيتم توقعها على حكام أخطأه وفيه البعض منهم اعترف بأخطأه دي وأنها كانت أخطأ مؤسرة وأنه فيه أندية في بطولة الدوري على سبيل المثال تضررت وخصوصا طبعا النادي الأهلي وحضراتكم عارفين القصة من طقطأ لسلام عليكم زي ما بيقولوا كده تضررت والحكام اعترفوا بأخطأهم وما سمعناش عن أي عقوبات عشان كده أعتقدناها علامات استفهام كبيرة جدا وأعتقد أن الوضع ده في ظني وفي تقديري لن يستمر طويلا نروح يورجين كلوب يروح يورجين كلوب ودرب ليفر بول طبعا وطبعا حضراتكم عارفين أنه ده سيزن صعب على ليفر بول سواء من ناحية النتائج صارة تأخر في الترتيب أو الإصابات وطبعا هو أتكلم على فكرة إصابات اللي بتعرض لها خط دفاعه تحديدا طبعا الفريق تعرض لإصابة في بداية السيزن وفرجل فندايك يمكن يكون أفضل مدافع على مستوى العالم في التوقيت الحالي أو في السيزن الحالي وسيزن الأخير كمان وبالتالي إصابته كانت مؤثرة بشكل كبير قال يورجين كلوب أنه فرقته شغالة على أنها توجد حلول على أرض الملعب لغاية لما يتم إيجاد بودلاء بمعنى أنه ليفر بول بيفكر في دعم خط دفاعه بشكل أو بآخر سواء كان ده عن طريق استقدام مدافعين جدد أو عن طريق إيجاد البودلاء من داخل الفريق وشفنا السنة دي يعني شفنا أكتر من لعب فبينيو مثلا على سبيل المثال لعب خط نص أساسا لقناه السنة دي أو السيزن ده الموسم ده يورجين كلوب مرجعه في خط الدفاع شفنا وجوه جديدة بتلعب لأول مرة لكن يبدو أنه الأمور مش على ما يرام والنتيجة كانت تأخر في مشوار المنافسة على بطولة الدولة يمكن فعلا ليفر بول بيعاني قوي الفترة دي ولكن محمد صلاح يمكن بردو ستيل أو لسه متقلق يا أحمد وده حاجة مفرحة كل المصريين بس معاناة ليفر بول دي لازم يعني يبقى لها حد لأنه يورجين كلوب كتير طلع وتكلم وقال أنه أنا عندي أفضل لعيبة في العالم أكيد مش من يوم وليلة اللعيبة دي ما بقتش قدرة أن هي تدي في الملعب حتى لو فيه إصابات إحنا عندنا لعيبة تقدر يعني تكون مكان اللعيبة الأساسية وإن كان فيه بعض اللعيبة صعبة جدا تعودها منهم طبعا فاندايك اللي هو كان في خط دفاع ليفر بول الحقيقة بيبقى صعبة قوي 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 إن حد يلعب عليه حتى وانتو وان معروف يعني أنه برجل فاندايك من أفضل المدفعين في العالم نشوف بقى نروح لملعب ماركانا الشهير في مدينة ريو دي جانيرو ساعة عشرة هيكون على موعد مع مباراة نارية بين عملاقاي الكرة البرازيلية بالميراس وسانتوس في نهائي كاس أمريكا الجنوبية أو كاس كوبا لبرتادوريس في لقاء طبعاً اتأجل من شهر نوفمبر اللي فات بسبب أزمة فيروس كورونا الفايز باللقب ده النهاردة هيشارك في نهائيات كاس العالم الأندية وهيلعب يوم 7 فبراير اللي جاي مع الفايز من مباراة أولسن هيوندي الكوري الجنوبي وتاجرس أونال المكسيكي واللي هتقام يوم الخميس اللي جاي في الدور ربع النهائي بالميراس يمكن حقق لقب كاس لبرتادوريس مرة واحدة قبل كده عام تسعة وتسعين لكن سانتوس حقق اللقب تلات مرات في أعوام اتين وستين وثلاثة ستين وآلفين وحداشر تلاتة وستين واربعة وستين وخمسة وستين على كل أحوال بالتأكيد طبعاً كورة هنتفرج على كورة ممتعة يعني هي كوبا لبرتادوريس عموماً وكورة في أمريكا الجنوبية يمكن تكون على مستوى المتعة بعيداً عن التاكتك واليقى البدنية هي أكتر كورة ممتعة في العالم والنهاردة لما نتكلم على نهاية برازيلي في نهاية أكبر بطولة في أمريكا الجنوبية أعتقد هتكون مباراة كورة ممتعة إمتى نقابل الفايز من بالميراس وسانتوس في حالة إن شاء الله بإذن الله إذا ما تخطينا عقبة الدحيل وبعد كده باية ميونيخ ممكن ساعات هيبقى المنافس المحتمل يكون في الدور النهائي لبطولة كس العلم للأندية طبعاً ونتمنى إن شاء الله إنه الأهلي يحقق الحلم ده والنهاردة كمان أعتقد فيه ماتش مهم يعني عشرة هيبقى بالميراس وسانتوس الساعة سبعة ونص تقريباً هيكون أرسنل ومانشستر يونيتد في واحدة من مباريات المانشستر فائق جداً 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 السنة دي وبيقدم عروض قوية جداً والفريق أكثر تماسكاً على رغم مش في المانشستر المرعب اللي احنا عارفينه لكن واضح إن الفريق بقى متمسك جداً وعنده الرغبة والنتاج اللي بيحقق المكسب دايماً زي ما بيقول بيجيب مكسب النتاج اللي بتحقق بيدي دافع للعيبة إنها تحافظ على المجهود اللي بزلوك وعنده صقه قوي في اللعيبة وقدر إن هو يعمل توليفة حلوة صراحة يا أحمد فرقت معاهم جداً المباريات اللي فاتت وخصوصاً في المباريات ليفر بول بس لسه مشكورة منشستر يونيتد أنا عارف أنت بتتكلم على أنه منشستر يونيتد بس اللي انت بتتكلم عليه ده كان يعني قديم يعني الفريق منشستر يونيتد اللي انت بتقوله لكي العمالقة بس الرجل بيحاول يعني بيعلو كثير ده الناس كتيرة جداً مورينيو حاول والناس كتيرة جداً حاولت الحقيقة يمكن أول مرة نحس إنه مشستر على الأقل عنده القدرة على المنافسة أسيب حضراتكم بقى مع تقرير إحنا الحقيقة يمكن في الفترة الأخيرة اتكلمنا بتير جداً على مشاكل فار وهيكت مشاكل حقيقية وحسنا بيها وملايين من جماهير نادي الأهلي يعني إن كل مباراة الأهلي بتعرض فيها الزلم التحقيق بيجي لي مكلمات ومسجات والناس لما تقابلني في الشارع بتقول مش معقولة ومش راضيين ومظلومين وإحساس ظلم وقهر كبير جداً إحنا رحنا بقى للناس شانتعبر بما إنهم درجات مش مفتوحة طب إحنا كاميرا السادسة كانت موجودة مع جزء من جماهير النادي الأهلي ونزلنا نسألهم إيه رأيكم في الفار هل أضاف هل قلل من حدوث المشكلات أو الإشكاليات اللي بتحصل في المباراة ولا لا تعالوا نسمع عجابتهم مع حضراتكم ونرجع لكم مرة تانية في السادسة لا ساهمت كتير بشكل كبير جداً وده لسبب بسيط قوي إن الزمان لما كان الحاكم بياخد أي قرار فخلاص القرار اتاخد سوى كان صح سوى كان غلط خلاص مش فيش رجوع لكن دولئات انت معك آلة للزمن بتقدر ترجع تاني تبص على اللقطة من أكتر من زاوية ومن أكتر من مكان وتاخد القرار حتى لو كان خاد القرار غلط يقدر يعدله تاني وياخد القرار صح يا ساهمت شوية من حد في الأخطاء بس برضو استيل في أخطاء تحكمية لإن بحس إن الناس اللي عادة على الفار برضو مش قادر تحكم بوضوح بس فأنا رأيي لو ما فيش التكنولوجي المطلوبة إن هي يعني يعني التكنولوجي دي لو ما تنفذتش صح رأيي تتلغي ملاحش لازمة لا ده تتلغي الفار درنا 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 ما ملوش أي لازمة يعني كان قلته أحسن يعني كان لازمته إيه لما يكون موجود والأخطاء موجودة وهو قديم بيتفرجوا عليه يعني بيتفرجوا على المتش يعني ما جئين يتفرجوا يعني كان لازم بيتفرجوا على الفار عشان يتفرجوا على المتش ولا عشان يشوفوا الخطأ فيه كان ليها وعليها بس هي يعني كي إحنا كأهلي ضررنا من الفار على الألف طالما تمنشطت لحد دلوقتي في المسيوم ده فهي أكيد محتاجة مراجعة ومحتاجة الناس اللي قايمين على لجنة اللي بتدير شغنوكورة دلوقتي إنها تتقيم القصة يعني وتشوف تدريب أكتر لحكام الفار نفسه أنا ضد الفار خالصاً ضد الفار إن هو يخش في مباريات ونسيب يد تشوق أكتر للجمهير ونستفرج عم براك وإيسا ويبدأ الحاكم هو اللي يبدأ يحكم آه فيه أخطاء هتحصل وبتاع بس ده أحسن وأفضل أنا شايف من الوجود الفار فيه أساساً لو الله حنسي عنا بالفار ده علشان يتجاوز الأخطاء التحكمية هو آه فيه عندنا وفيه برا كمان فيه بس بالطريقة فجأة لا صعبة شوية مش ييجي يقولوا لا فيه أعطال في الكاميرات فيه أعطال من الفجاز لا خلاص يقولوننا من أول أن فيه أعطال يبقى بلاش منه خالص والله هو الفار مهم جداً جداً بس هي المشكلة أنه ممكن يكون فيه كاميرات نعصة في الملاعب لكن المشكلة مش في الفار المشكلة في الناس اللي قاعدة قدام الفار لازم يكون عندهم ضمير ويشوفوا كويس جداً ويقولوا الحكم اللي بيشوفوه مش يشوفوا حاجة وما يقولوا هايش هو ليميزة وعيب بيدي الحق حقه ولكن مفروض يبقى فيه سرعة في القرار يعني مفروض القرار ما يطولش عن 30 سنة يعني بتتعد مئة مرة ما فوق ببينة يا جون يا مش جون يا أفصيد يا مش أفصيد لكن تطول دقيقة و دقيقتين و ثلاثة فإيه تحس الموضوع بقى بايخ شوية فانفو دي بقى فيه سرعة في القرار شوية بس هو حلو سرعة انه بيدي كل واحد حقه يعني تقنية الفار نفسها يا ملهاش دعوة يعني العالم كله بيستخدم الفار والدنيا ماشية كلها يعني الأخطاء التحكمية أقلت بنسبة 80% لكن المشكلة دلوقتي في اللقاعدين ورا الفار ما تعرفش بقى الخبرة بتاعتهم مش كافية ممكن يجيبوا ناس حكام قديمة عتزة الأبليكاتية يقعدوا قدام الفار مش عارفين لسه بس هو المشكلة في اللقاعدين ورا الفار مش في تقنية الفار نفسها لان نادي الأهل لسه نادي متأثر بشكل كبير جدا انت عندك ثلاث ماتشاط فيهم أخطاء كبيرة بتتكلم في أهداف وضربات جزاء مش مجرد أخطاء عادية نادي الأهل متأثر جدا وشايف ان لازم يبقى فيه واقفة في موضوع التحكيم يعني احنا ماشيين في طريقنا وبتالي خبراء كل خبراء التحكيم والناس كلها شايفت طبعا اخر جول جول صحيح 100% بتاع ابوالية وما فيوش اي شك ويبدو ان الحكم ما اطلعش على التعديلات اللي حصلت في القانون وعارف انه الجول لاعب زي اي لاعب يعني فيه احتكاك ان انا اطلع معاه واشترك معاه هو بلعب بييد وانا بلعب بيجلي لكن هو الحكم واضح ان هو كان عنده بد انتنشن ان هي سيئة ومش عايز الاهل يكسب لكن احنا ان شاء الله مكملين وهناخد الدولة ان شاء الله طبعا 100% نسبة كبيرة جدا اخطاق التحكمية متاكات تكون متعمدة كمانا يعني انا مش عاوزين نوصلها لحالة التعمل بس ياشا احنا شايفين انها متعمدة كتير اوي 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 وبالذات مع الفرق التي تمتلك ماليات كتير طبعا النادي الاهداء هيتأثر بالاخطاق التحكمية الاخطاق التحكمية عاملة مشكلة انه بيفقد نقط لوجود اهدف صحيحة واضحة للجميع مش للجماهير بس للجماهير والتحكيم كمان عارف كده كويس فاحنا بنتعامل مع نادي مش نادي عادي لازم تكون الاخطاء التحكمية زيرو غير وردة وده اعتقد رأيي انه لازم نرجع وندقق جامد جدا في الموتوشها الحساسة للاندية الكبيرة اندية القمة وعلى رأسها النادي الاهلي نادي بطل افريقيا وبيلعب في عالميا دلوقتي وان شاء الله ربنا يكرمه في الموتوشها الجديدة اهلا بحضراتكم الجديد والحقيقة انه الاهتمام ببطولة كاس العالم للاندية اهتمام عالمي وكبير جدا من العالم كله ومش بس عشان هي بطولة كبيرة وعشان احنا كمصريين بنتبعها علشان النادي الاهلي او غيره ولكن لان دي من اوائل البطولات اللي بينزمها الاتحاد الدولي لكرة القدم او الفيفا من بعد ازمة كورونا وبالاجراءات الاحترازية الجديدة اللي مفروض تكون موجودة طبعا في البطولات الكبيرة وفي اي بطولة بعد ازمة فيروس كورونا ربنا يبعدها عننا ونخلص منها بقى على خير فكل العالم عايز يشوف قدرة الفيفا على تنظيم البطولة يعني دي تعتبر يعني الناس كلها بتشوف هو ازاي الفيفا هيقدر ينظم البطولة دي في ظل الوقت الاستثنائي للعالم كله بيعيشه ده وطبعا لانه في نفس المكان اللي هيقام فيه كاس العالم اللي جاي وتقريبا نفس الملاعب اللي هتقام عليها مباريات كاس العالم القدم ان شاء الله خلينا نروح عبر زوم مع جابر العربي او استاذ جابر العربي الناقد الرياضي نتكلم معي اكتر عن مباريات كاس العالم للاندية في البداية برحب بيك على شاشة قناة الاهل اهلا وسلام بحضك استاذ السارة وكل المشاهدين بالتأكيد اهلا بيك وخليني اسألك الاول على تعليقك على الاستقبال اللي حضرتك شفته لبعثة فريق النادي الاهلي اول ما وصلت للمشاركة في مونديال الاندية بالتأكيد حضرتك ده استقبال كبير وممكن نقول ان هو غاية من فايد يعني جمهور الاهلي في قطر وفي دوحة بشكل خاص عنده الكثير اللي رح يقدمه للعيبة جمهور بيحب فريقه بشكل كبير الجمهور برا بيبقى متعطش للعيبة وللفريق معلش يعني اكتر من الجمهور بيبقى متابع الاهلي هنا في مصر اعتقد الجماهير التزامها والاداء التشجيع الرائع اللي قدمته وظهرت به شيء بينبع عن تشجيع متالي هيكون في مباريات الاهلي ان شاء الله في البطولة دي الاهلي فريق كبير جمهوره فريق كبير جمهور متعطش للانتصارات ومتعطش ان هو يشوف فريقه على ارضية ملعب مونديال 2022 قبل ازمة كورونا كنت دايما بشوف جماهير الاهلي وبلتقي معاهم وكانوا بينتظروا هذه اللحظة المهمة جدا ان الاهلي يجي دوحة ويشارك في بطولة كبيرة وده اللي حصل واعتقد جمهور الاهلي مش هيفوت الفرصة دي لان هو بيحب نديب بشكل كبير جدا ومنتظر اللحظة دي من زمان اكيد احنا شوفنا طبعا الاستقبال واكيد هيبقى جماهير الاهلي كتير في المباريات ان شاء الله وخليني برضو اسألك اكتر عن اصداء الاستقبال الحافل ده البعثة فريق الاهلي يعني ازاي وسائل الاعلام هناك استقبلته مقارنة بجماهيرية اندية تانية مشاركة برضو في البطولة استاذ سارة اذا تكلمنا منتظ صراحة يعني النادي انجاز لنا التعبير النادي الجماهيري رقم واحد في البطولة يكون النادي الاهلي لان الاهلي ليه قاعدة جماهيرية كبيرة الاصداء كانت كبيرة جدا خاصة من اللجنة المحلية المنظمة للبطولة والتزام جماهير الاهلي في ظل الاجراءات الاحترازية والظروف الاستثنائية اللي العالم كله بعيشها فكون ان الجماهير تروحوا تستابل فريها ولعبتها وتتفاعل معهم عن بعد ده شيء يحسب للجماهير وده اللي ظهر في ردود افعال اللجنة المنظمة اللي اتكلمت عن الموضوع ده واشادت بالتزام جماهير الاهلي وحرصها على التواجد والالتزام بالاجراءات المتابعة في نفس الوقت بالتالي احنا بنتكلم عن امور تنظمية تهم اللجنة المنظمة امور ايضا امور شكلية ظهور الجماهير في اعداد كبيرة رح تكون متواجدة ان شاء الله في مباراة الاهلي وخاصة امام الدحيل في مباراة اعتقد النسبة الكبيرة من الحضور الجماهير هتكون من نصيب جمهور الاهلي ان شاء الله ان شاء الله عايز اسألك برضو شايف ان حضور الجماهير ده والمشهد العظيم اللي احنا شايفينه قدامنا ده واستقبالهم في المطار وفند اقامة الفريق هيكون بمثابة يعني يدي دفعة وحافظ كبير وتشجية كبير للعيبة النادي الاهلي هيكون عامل تحفيز لهم قبل مباراة الاهلي والدحيل او في كاس العلم الاندية بشكل عام نعم بالتأكيد صار انت حرك تبعتي وشوفتي ازاي جمهور الاهلي حريص على التواجد مش بس في المطار لكن كان في بعض النقاط في خط مسار بعثة الاهلي لمقر اللي قامة التواجد ده واعلام الاهلي الحمراء واعلام مصر اعتقد ده بيؤكد ان الجمهور هيكون متواجد وشوفنا اليام اللي فاتت اي حد كان بيغتنم الفرصة بمجرد ما تظهر تذاكر على اونلاين كان بيحجزها عشان يكون متواجد ودعم ومساند للعبين خصوصا ان الاهلي دايما فيه كمية خاصة ما بين اللعيبة وما بين الجمهور ودي شيء مش سهل في الظروف اللي احنا بنعيشها حاليا وفيروس كورونا وبالتأكيد الاهلي رح يستمد القوة ان شاء الله من جمهوره اللي دايما بيكون معاه حتى في الظروف الصعبة الحالية خليني بقى اسألك فنيا شايف ازاي مواجهة الاهلي والدحيل في افتتاح مونزيال الاندية وعايز اعرف منك برضو هل الدحيل خلاص دخل مع اسكر مغلق ولا لسه يعني ازاي الاستعداد وازاي شايف المباراة فنيا اشوف حضارك سيسار انا بيتاب الدحيل من فترة طويلة يمكن من اكتر من سبع او ثمان سنين فريق قوي فريق منظم فريق عنده دايما كان بيحظى بخط هجوم غير عادي رغم متعاقب المدراء الفنيين ينجزينا التعبير دايما كان بيستمد قوته من خط هجومه الاسماء اللي حضارك موجودة قدامي لو تكلمنا عن الرباعي الهجومي يعني رباعي خطير جدا يعني ايد ميلسون ده ليه فترة مع الفريق لعب بالجيكي مناصل برازيلي ولعب موهوب وفنان ولعب خطير جدا دودو البرازيلي ومعزة علي طبعا المعزة علي ده لاعب اعتقد اللي يرجع بالذاكرة سنة او سنة وشوية فاتت في كاس امم اسيا في الامرات العربية المتحدة ازاي اللعب ده ادري يبهده في البطولة ولاعب انا اعرفه عن قرب لعب مجهود ووافر ودايما بينزل تحت كتير لما بيكون فيه نقص في الامداد من نواحي الفنية خاصة في نص الملعب دايما بيقولي انا لا اراضيا بنزل عشان اساند مع زمالي فاللعب زي ده مجهود ووافر لعب خطير ايضا اللعب اللي جابوه مخصوص لبطولة اولينجا المهاجم الكيني هدف كاشيروسو الياباني الدحيل عنده خط هجوم كوي لكن انا لاحست الفترة فاتت الناس بتتكلم ان فيه نقاط ضعف في خط الوسط وخط الدفاع لفريق الدحيل دي صحيح لكن فريق الدحيل عنده اسماء مهمة منهم اللعب احمد ياسر محمدي ده لعب صغير وشاب في خط الدفاع ولعب قوي بسام الراوي ده لعب ارتكاز ومحوري في الخطوط الوسط والخطوط الخلفية ده لعب مهم جدا لكن لما تتكلمي عن الاسماء والتحفيز الموجود عند فريق دحيل خاصة ان هو بيلعب على ارضه وبيلعب باسم الكرة القطرية بيحاول يطلع بالصورة مشرفة بالتأكيد ما ننساش ان ان انت بتلعبه الاهلي الكبير بطل القارة السمراء فريق عنده خبرة البطولات الكبرى عنده موعيد سبع في بطولة كاس العالم اللندية بالتأكيد احنا بنتكلم عن خبرة وان كنت اكون اكثر صراحة الخبرة واحدها ليست كافية نحتاج من الاهل ان هو هيلعب بسقا ان شاء الله يلعب بتأدير تام للمنافس اخيرا الدحيل كان فيه تدريب مبارح تدريبات فك العضلات واستشفاء النهاردة وبكرة فيه تدريبات على احد الملعب الفرعية في نادي الدحيل في منطقة الدحيل هيخش معسكر مغلق حسب الانباء اللي وصلتنا انه يخش معسكر مغلق يوم الاثنين اللي جاي اعتقد الدحيل رح يكمل تدريباته على الملعب الفرعي بالنادي الخاص به فريق قوي جدا فريق نحتاج ان احنا نلعب معه بكل حذر وندي له حقه زيان بيقول بشكرك جدا استاذ جابر العربي الناقد الرياضي طبعا ونتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي فاصل ونرجع نكمل حلقاته يا اهلا وسهلا بحضراتكم مرة ثانية تعليقا بس قبل ما ادخل في الموضوع تعليقا على التقرير اللي عرضنا على حضراتكم والخاص برأي الناس في الفار وهل ساهم في انه يقل من المشاكل التحكمية او يحل المعضلة اللي كنا عايشين معا طول عمرنا كان مقبول كان مقبول انك انت تقول لي انه الحكم ده بشر وبياخد قراره في ثانية ووالد يكون ما شفهاش او ما يعني ما قدرهاش لكن النهاردة الكلام ده مش موجود الثانية دي بقى دي او اتنين وتلاتة والحكم بقى حكمين وبالتالي اللي كان مقبول زمان ما بقاش مقبول دلوقتي ده تعليقا بس على التقرير نتكلم على الاهم بالنسبة لنا وخلينا دايما نبصين لقدام وقلت لحضراتكم انه من اللحظة اللي دهوك فيها النادي الاهلي ببطولة دوري عبطال افريقيا كانت المكاسب حصلت بالفعل احنا مش مستنين نروح في المونديال ونلعب المطشاط عشان نقول لهم الاهلي يحقق مكاسب مهارة بطولة دي المكاسب مش بس رياضة المكاسب مش بس بطولات لكن في مكاسب تانية فنية انت عندك جيل كامل ملعبش كاس عالم عندها وبالتالي جيل بياخد خبرة وبيبقى جاهز لبطولات جاية بعد كده وبيتقل في الملعب عندك مكاسب تجارية مكاسب اقتصادية وان شاء الله بإذن الله ما يمنعشه برضو ان يكون فيه مكاسب رياضة هنتكلم عن مشهور نادي الاهلي وعلى الانطلاقة مع دحيل قطري مع الأستاذ عمر بنوبي النقد الرياضي ضيفنا فيه السادسة والحقيقة يمكن احنا جبنا له لقطات هو نفسه ما كانش يعرف عنها حاجة عمر مساء الخير واهلا بك معنا مساء النور يا احمد ويعني انا سعيد جدا انا مبسوط وبشكركم على الاستقبال الجميل ده اهلا بك وشكرا لك على وقتك خليني ادخل في الموضوع وحخليها ابتدي من لحظة الوصول المبارح اللي بتاعلي كلنا تبعناها مشهد وحشنة يعني احنا مفتقدين انت عارف ان المصريين تقريبا ما بيتابعوش كاس عالم للأندية الا لما الاهلي يكون موجود يعني بطولة يمكن المصريين بيحبوا كورة وبيتفرجوا على بطولات كتيرة جدا مش بتشارك فيها عندية مصرية لكن كاس العالم للأندية تحديدا ما بحدش بيحاس بي يعني بيجي ويعدي ويخلص وما بنعرفش مين كسب او نسمع ممكن عن خبر مين فرق اللي كسبت بطولة بس ما حدش بيتابع الا لما الاهلي يكون موجود الافنت ده او الحدث ده بيتغير بشكل كبير جدا تابعت استقبال النادي الاهلي بلاح ازاي يعني اعتقد ان الاستقبال النادي الاهلي هو استقبال اوحشنة لكن هو استقبال طبيعي جمهور النادي الاهلي موجود في كل مكان في الدنيا مش بس في المنطقة العربية ولا في مصر ولا في منطقة الشرق الاوسط لكن حتى لما الاهلي راح لعب كاس العالم في اليابان كان جمهور الاهلي موجود صحيح لما الاهلي لعب كاس العالم في المغرب جمهور الاهلي موجود لما هيروح يلعب كاس العالم في النسخة دي جمهور الاهلي موجود لو في اي مكان في الدنيا يكون موجود لكن الحقيقة مشهد الاستقبال انه الجالية المصرية كلها تبقى موجودة جمهور المحب للنادي الاهلي الجمهور اللي حضر لاستقبال الفريق والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. ودايما انا بحب اتكلم يعني اه عن النقطة دي تحديدا انه اه تفرق كتير قوي لما يكون رئيس النادي بتاعك هو اسطورة من اسططير الكورة على مستقى افراقيا وعلى مستقى العالم. واسطورة لناديك بالتالي الاستقبال بيكون بالشكل ده في اي مكان في الدنيا. يعني اعتقد انه دايما كابتن الخطيب بيشاوري لهم الفريق كله. اهتفل الفريق اكتر ما تهتفل بيبه. يعني ده المشهد المعتاد يمكن انا شوف ده كتير. الجماهير اللي واقفة دي ما شاهدتش الخطيب في الملعب. اجزم بكده يعني. الشابين اللي واقف ده وبيشجع بيبه ده وبيعبر عن حبه وعشقه الكابتن محمود الخطيب. اه ما شافش محمود الخطيب في الملعب. اه لكن الحقيقة يظل الخطيب اسطورة للاهلوية. اه هو قصة. وحالة عيش اه يمكن الترجمة في المشهد اللي احنا شفناه بالفريق. ده بيحصل كتير وبيتكرر في مناسبات كتير لكن انه يحصل في كاس العالم للاندية. ايه. وتحت رئاسة الكابتن محمود الخطيب للنادي الاهلي هو الحدث الجديد شوية. دلوقتي بقى لنا سبع سنين النادي الاهلي ما كانش ااخد بطولة افراكيا. وبعد الصبر ده لما تيجي البطولة تيجي على حساب نادي زمالك نادي كبير نادي محترم منافس اه يعني تاريخي للنادي الاهلي هنا في مصر يمكن على نستوى افراكيا ان البطولة تبقى دوري ابطال افراكيا دي حاجة مختلفة شوية كان احساسها مختلف بالنسبة للجمهور النادي الاهلي. اعتقد كمان انه المشهد كمان اللي احنا شايفينه ده مشهد اه يليق بالنادي الاهلي يليق بنجوم النادي الاهلي شايفين اه الشكل فعلا النادي الاهلي في مكانه الطبيعي وسط اندية اكبر اندية العالم. اه شكل اللعيبة الالتزامهم من ضباطهم حتى في الصفر حتى في البعثة نفسها وهي مسافرة. في حاجات كتير صغيرة تفاصيل دقيقة. ممكن شوية اه بعض الناس بتاخدش بالها منها. لكن الحاجات دي بتفرق كتير جدا جدا مع شكل النادي الاهلي لما بيكون موجود في محفل دولي زي كاس العالم للاندية. انتعرف انه الخليج في مصرين كتير. طبعا. وانا بيتهيق لي المشهد ده كمان امبارح اه واحد من الحاجات اللي هتحفز اللعيبة بشكل كبير جدا زيادة على الحوافز اللي موجود. يعني اي لعيب طبعا بيحلم بيشارك في بطولة كاس عالم اندية. لعيبة رايحة بتحقق حالما بتشارك مع ابطال عالم. في كتير من الجيل ده اول مرة بيلعب كاس عالم اندية. تجربة جديدة بالنسبة له اكيد تجربة جديدة ليها ليها سحر خاص. لكن كمان انه يكون فيه جمهور وراك وبتهالي حتى بالنسبة للجهاز الفني. انا عرف انه مستر مسلماني واحد من دوافعة الخاس قرار انه يجي الاهلي كان معرفته بحجم وقدر جمهور اهلي. لكن بتهيالي لما يسافر برا كمان في ظروف العالم كله بيعيشها ويشوف الاستقبال ده في المطار. انا بتهيالي برضو ده يعني بيخلق حافز جديد. يعني ده اكيد كلام سليم اه بمناسبة اه مصر مسلماني. اه اعاوز اقول لحضرتك انه يمكن ان انا كانت علاقتي ممتدة وقوية وكويسة بكل المدربين الى جانب اللي ضربوا نادي الاهلي. اه مفيش مدرب مهما كان السيفي بتاعه قوي من اول مارتين يول مانويل جزيل لما جيه الفين واحد. واي م作ري وكارتيرون اه اي مدرب جيه ضرب نادي الاهلي من الاجانب اه امبهر لما شاف جمهور النادي الاهلي على الطبيعة. لما شاف جمهور نادي الاهلي في اليستاد. موضوع ده كان موضوع مختلف تماما. ممكن يسمع ان نقص نادي الاهلي عنده جمهور كبير جدا ونادي الاهلي اكثر شعبية في افراكيا وفي الشرق الاوسط. لكن لما بيشوف ده على الطبيعة على العالم وضع مختلف. المسيماني اه المشهد اللي كل الجمهور يفتكره له هو مدرب لما ميلودي سانداونز هو بيصور جمهور النادي الاهلي في الملعب. وهو احتفظ بالمشهد ده علشان كان حلمه انه يدرب اه النادي الاهلي وتحقق الحلم ده لك ان انك تروح كسر عالم للاندية وتشوف جمهور النادي الاهلي لاول مرة تقريبا موجود معاك بقى في المدرجات حتى لو بساعة التلاتين في المية بسبب الظروف الوبائية في الوقت الحالي لكن اعتقد انه فعلا تجربة هتكون مختلفة لبعض العيبة للسه اول مرة تاخد التجربة دي كمان لمسيماني والجهاز الفني. هتكلم معاك على المدرج بتاع الاهلي والدحيل بس خليني الاول قبل ما اتكلم كورة هتكلم على المكاسب يعني لو ممكن تقول لنا كده اه حجم مكاسب النادي الاهلي اللي بيحققها في مكاسب تحقق بالفعل خلاص احنا منتظرين البطولة تقرص عشان نعرف ايه هي المكاسب دي لكن فيه على المستوى الفني على المستوى التجاري والاقتصادي وعلى المستوى الرياضي بالتأكيد اهداف للنادي الاهلي مهم من هو يحققها ممكن تكلمنا عنها او تدينا فكرة اكتر. بتأكيد اعتقد انه المكاسب للنادي الاهلي تمتد بعيدا عن الجزء الفني لجزء تصويقي وجزء تجاري وجزء اعلامي كبير جدا يعني لو قلنا انه الجوائز المتوقعة لو على لايحة السنة اللي فاتت او النسخة اللي فاتت من كاس العالم الاندية مجرد المشاركة اعتقد بتوصل تسعة وتلاتين مليون جنيه تقريبا اه كل ما تتقدم كمان تتخطى دور اه تقرب من المنافسة اكتر بتاخد مبلغ اكبر اعتقد انه ده جزء مهم محتاجي تشرح بشكل مبسط بس انه دلوقتي اه من اربعة ايام كان فيه مؤتمر اقتصادي في اوروبا واندريا عنيالي اه رئيس ناديو فينتوس ورئيس التحدي الاندية الاوروبية تكلم عن خسائر الاندية الاوروبية في السنتين عشرين عشرين وعشرين بسبب فيروس كورونا وغياب الجمهور علشان بس نعرف انه ازاي الاهلي بيسيرفايف في وقت اه في اندية كبيرة في العالم بتعاني وبتقول انها بتعاني نلسه كنا عاملين مبارح فيديو كراف كده عن اه ازمات اه واخر الاسبوع الاخر حلقة في الاسبوع الفاتح عن ازمات بوشلونة وانه بيعاني بشكل كبير جدا بسبب الديون اللي موجودة عليه سواء اه اه دفع مرتبات لعبين سواء ديون موجودة للبنوك والتفكير على انه بيفكر يتخلى عن نجم الفريق اه ميسي عشان اه طبعا من ناحية اه يقلص حجم النفقات بتاعته ومن ناحية تانية يكون فيه مردود مادي يساعد نادي احكام برشلونة اه يعني واحد من اكبر اندية العالم بيعاني ما تدين بشكل كبير يمكنها علشان نقطة برشلونة والسياسة المالية لبرشلونة سيئة جدا من سنين طويلة مش من النهاردة مش بسبب فيروس كورونا لكن كمل عليها فيروس كورونا وازمة ميسي والازمات الادارية لكن النادي الاهلي لو قلنا ان اندريا عنيال لي بيقول ان خسائر الاندية الكبيرة توصل من ستة ونص مليار لتمانية ونص مليار في السنتين دول علشان غياب الجمهور وظروف فيروس كورونا النادي الاهلي في ظل الجائحة بيحق دوري ابطال افريقيا بيدخل مكاسب مالية عقد رعاية النادي الاهلي هو الاكبر في تاريخه حتى الان بيشارك في كارسة العالم الاندية وبيطمح للافضل الكورة مش بس فكرة انه انا هاخد بطولة فكرة انه انا اقدر اكمل بعد كده لانه النجاح مش بيتبيني ببطولة بالصدفة ولا ان انا تحصل عندي طفرة في وقت ولما ابتدي ارجع شوية في المراكز او يحصل دروب او يحصل دروب فاني ان انا يحصل عندي مشكلة لأ انت لما يكون عندك سياسة مستقرة سياسة مالية واضحة زي النادي الاهلي ما بيعمل زي ما النادي الاهلي عنده دايما افكار out of the box بيحاول يستفيد من كل موارده ويوجد موارد جديدة علشان يقدر يكمل من الموارد دي كاس العالم الاندية ان انت تشارك ان انت تاخد بطولة افراقيا فتاخد الجائزة المالية بتاعتها انك تتواجد وسط اكبر اندية العالم ده بيعلي من البراند بتاعك وبيعلي من حتى طلباتك بعد كده لما تيجي تعمل عقد العاية جديد كل الحاجات دي نادي الاهلي بيحسبها نادي الاهلي بيحسب لحد شعاره بيظهر كم مرة اثناء المباراة لمدة كام ثانية على الشاشة علشان الراعي بتاعه او المعلن كمان عنده يعرف انه قيمة المنتج هنا كبيرة مش قليلة الحاجات دي كلها بتدعمها نجاحات فريق الكرة وبقية الالعاب فاعتقد انه مشاركة في كاس العالم للاندية لأ فيها مكاسب كتير هتزود من القيمة التسويقية للنادي ايه ولي لعبت النادي الاهلي يعني حتى على مستوى اللاعبين والاسكواد متهم هتعلم مشاركيتهم في كاس العالم للاندية مشاركة السادسة النادي يمكن الاهلي بعد اوكلند سيتي اعتقد تسعة اوكلند يعني اسأ اكتر نادي بيدخل البطولة الحقيقة يمكن ظروف فيروس كورونا حرمتهم انهم يتواجدوا في البطولة دي لكن اه الاهلي بيحقق رقم في ظل اه معطيات مختلفة عن اوكلند ان اوكلند شبه مافيش منافسة ايه لكن لما تيجي على نادي الاهلي اللي بينافس بقى الترجي ومزنبي والوداد والرجاء والنيمبا والسانداونز واندية كبيرة جدا والزمالك اندية كبيرة في افراقيا بتلعب دوري ابتال افراقيا كل السنة عندها طموح انها تاخد البطولة وان الاهلي بينافس في قص دول ويوصل ست مرات يكفي انه بطولة كاس العالم للاندية لا تعرف عن مصر سوى النادي الاهلي صحيح بطولة كاس العالم للاندية ما شافتش في تاريخها غير مصر غير النادي الاهلي وبالتالي مشاركة النادي الاهلي في كاس العالم للاندية هو حدث الناس بتستناها لو الاهلي مش موجود الناس مش هتبص له لانه ارتبط مع الناس بانه النادي الاهلي دايما بيداور على انجاز بيداور على مفاجأة خدت برونزية خدت مركز رابع تطمح للافضل ان شاء الله اتنين وقدمنا عروض قوي جدا قدام ابطال العالم ولا لود ولا ضغط على اللاعيبة تاريخ النادي الاهلي دايما دافع لكل حد بينتمي لمنظومة النادي الاهلي اي لعيب لابس تشارت النادي الاهلي هو معاه قيمة مضافة هي تاريخ النادي الاهلي واعتقد انه اللاعيبة لازم تفكر وتشوف وتتفرج حتى على استقبال الجمهور اللاعب النادي الاهلي جيل 2006 لما اخدوا البرونزية هنا في مصر كان عامل ازاي وهما ما فيش جيل اقل من التاني كل جيل وعنده قدرات وعنده طموحات وعنده مقدرة ان هو يحقق حاجة يكتب اسمه فيها في تاريخ النادي الاهلي لانه اللاعيب يعني تراكم انجازات ومواقف اللاعيبة اللي ممكن تفكر في الموضوع بيزنس او مجرد عقد او فلوس بشكل بحث الموضوع بالنسبة لها يبقى نظرة دايقة اوي 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 احنا شايفين دلوقتي لعيبة لو بصت لنفسها في النادي الاهلي وشافوا اجتهدهم حجم اجتهدهم وما كانوا جايين منين سواء اجتهد من اندية صغيرة او اللي بادئ من ناشئين النادي الاهلي وبازل مجودة علشان يوصل للفريق الاول وبيشوف النهاردة نفسه في كاس العلم للاندية ومعاه دوري ابطال افريقيا ومعاه كاس ومعاه وهينافس على السوبر افريقي اعتقد هيحس بان هو حقق حاجة مش مسألة فلوس الفلوس عمرها ما بتعمل لك التاريخ اللعيب اللي عنده تاريخ هو اللي بيتذكر بعد كده يعني انا النهاردة لما باجي اتكلم بقول كان عندنا جيه الالفين وستة وممكن اعدهم لك بالاسم لعيب لعيب لعب وكاس العلم للاندية وخده برونزية اعتقد اللعيبة اللي موجودة دلوقتي لا تقل لأبدا عن اللعيبة دي وعندهم القدرة ان هما يكتبوا تاريخ وان هما نيجي بعد عشر سنين نقول عندنا كمان جيه الحقق مركز كويس في كاس العلم للاندية عشرين عشرين صحيح هو الجزء انت بتتكلم عليها ويمكن دي حصلت مع لعيبة من نادي الاهلي يعني وانت عارف ان نجوم الاهلي دايما مستهدفين يعني اسمعنا حتى اللعيبة اللي هسه مرتبطة بعقود يعني حتى محمد شنوي طبعا نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر جال عروض ورغب كده فضل ان هو يكمل مع النادي الاهلي انا اعتقد ان محمد شنوي يستحق التحية على تفكيره وعلى عقليته هو قائد النادي الاهلي في الوقت الحالي لعيب مهم في مركزه كماركز حباس المرمى عمل كارير دولي اعتقد ما فيش اكتر من انه تلعب كاس عالم مع منتخب مصر انت النهاردة هتلعب كاس عالم اندية مع النادي الاهلي اه لعيب كبير المفروض اللعيبة تبصل ده يعني لعيبة مش في النادي الاهلي بس في كل الاندية ما كل واحد لازم ينتمي لنادي بتاعه ويبقى فعلا عنده ولاء ونشوف فيه منافسة والمنافسة دي تكون منافسة شريفة ونزيهة والاهم من ده انه فرق التفكير ليه محمد الشناوي شايف انه هو عاوز يكمل في النادي الاهلي وبيرفض عروض حتى من اوروبا يعني بيجي له عروض احتراف اوروبية بيرفضها لانه عارف انه هنا التاريخ اللي بيكتبه هنا لسه هيكمل معاه بقية عمره لكن ممكن تحترف في اوروبا تلعب موسم موسمين عشرة بترجع العقلية اللي انت بتتكلم عليها دي انا بشوفها مشكلة اللعب المصري عموما يعني عندنا مواهب الحقيقة تستاهل تكون في احسن حتى في العالم بس اسلوب الحياة طريقة التفكير تحديد اهدافك طريقة سعيك لتحقيق الاهداف دي ها دي اللي نقص عندنا ده بنشوفه بمسهل مسهل واضح جدا زي محمد صلاح العقلية ساهمت بشكل كبير جدا في انه يطور من نفسه على رغم انه يمكن صلاح امكانياته في الكرة مش الاعظم في تاريخ الكرة المصرية يعني ممكن اقولك عشر اسماء كان عندهم كرة احسن محمد صلاح لكن ما حققوش ربع اللي قدمه محمد صلاح نتمنى انه يعني صلاح يبقى قدوة ومسل وغيره وانني وغيرهم طبعا من نجومنا المصريين هروح للدحيل معاك شوية مطش البداية البداية اللي صعبة شوية الجمهور النادي الاهلي قلينا اقولك انه احنا استعرضنا على مدار الاسبوع والفات ردود الافعال في الدحيل على واقعهم في او يعني القرع جابتهم مع بطل القرن نادي القرن وبطل افريقيا هم الحقيقة شايفين ان القرع ظلمتهم ده من وجهة نظره احنا طبعا الاهلوية ما رحموش دخلوا على على اليوتيوب وعلى الجوجل وشافوا الفرقة وعرفوا مين نجومها واحنا استعرضنا الحقيقة يمكن فردنا مساحات للدحيل ومش قادرين نوصل يعني عندنا كفتين كفة بتقولك الفريق صاحب الارض والضيافة فريق فيه اسماء ملعار التقيل وقاعة تانية بتقولك انه قوة المنافس محليا مش قاعدة ومش ضرورة عشان يكون بنفس القوة على المستوى الاقليمي او الدولي انت بتميل لأي وجهة نظر في الاثنين انا بميل لتسعين ديئة اه بتميل لتسعين ديئة لتسعين ديئة للملعب ليه لانه لو هنقول مثلا من التاريخ برضو النص اللي فاتت تراجي كان بطل افريقيا لعب السد كان هو ممثل الدولة المستضيفة والسد على مستوى اسيا قوي جدا بيحق نتاك كبيرة ده غلب ستة من التراجي مش بقول ان الاهلي راح يكسب الدحيل ستة علشان برضو الجمهور لما يسمع يبقى عارف انه هي الفكرة كلها في التسعين ديئة في الملعب مجهودك تركيزك ان المدرب يكون موفق في خطته في تشكيله وفي تغييراته طول التسعين ديئة لانه برضو الدحيل غير السد دحيل معه مدرب سابري لا موشي مدرب كويس الدحيل عنده بعض العناصر اللي عندها خبرات والعناصر القوية من المحترفين في عندهم دودو من بالميراس جايب مبلغ كبير جدا اعارة بس 7 مليون يورو مبلغ ضخم جدا بس دي سياسي بالميراس يعني بالميراس برضو ممكن يسعد وممكن يكون موجود في البطولة بالمناسبة النهاردة بالميراس هو بيفكر كوميرشيل اكتر في اللعيبة بتاعته فعمل ده لكن دودو لعيب كبير جدا ومميز برضو لو تكلمنا عن بغداد بونجاح لو تكلمنا عن كان قبل كده منزوكيش ومشي منزوكيش لو كان موجود كان ممكن اقول لك كمان انه يمثل قيمة مضافة لان منزوكيش كمان لاعب كاس عالم ولاعب كاس عالم اندية بالمناسبة بالزبط يعني هو لاعب كاس عالم اندية كمان نسخة 2013 وشارك مع بيرني بيونك بالزبط فبالتالي الفريق مش بنفس القوة اللي كان عليها مثلا للسنة اللي فاتت وفي نفس الوقت مش دايما ممثل الدولة المصديفة بيعمل المفاجأة ممكن قط حصلت مع العين الاماراتي في النسخة اللي قبل اللي فاتت تاريخ ايه وصل النهاية وصل للنهاية قدام ريال مدريد وتغلب اربعة لكن انا شايف انه هو انا بميلي تسعين دقيقة التركيز الاكبر عند مين اللعبة بدون ضغوط وان انت متفكرش في ماتش بيرني ميونيخ مفيش حد يفكر في بيرني ماتش بيرني ميونيخ باشوف بعض ممكن مثلا على السوشول ميديا بتاع الناس دي تهزر شوية في ناس بتفكر في بالمراس او يعني او سانتوس على حسن مين فبالتالي انا اللي قصده انه التسعين ديئة هي اللي هتحسم واتمنى التوفير النادي الاهلي وانه يفرحنا فرح الناس اعتقد كمان انه كرة المصرية تتمنى انه السبع سنين اللي فاتت دول ننساهم بقى احنا اخر بطولة كانت المغرب لما لعابنا في المغرب عايزين نحقق حاجة عايزين الناس تفرح برضو فرصة وجود الجماهير حاجة اسعدتني لما شفت مشهد استقبال كانت حاجة جميلة فاتمنى تسعين ديئة يكونوا في صالح النادي ديئة هنشوف القضية ممكن كلاكت تاني مرة من وجهة نظرك يا ريت يا ريت انا اتمنى يعني لازم اتمنى انه لعابة النادي الاهلي تكون في حالتها وبتهيالي انه وجودهم انا عايز اعمل معك على المستوى الجهاز الفاني على المستوى مستر موسيماني تحضيره ورؤيته للبطولة وعلى مستوى اللعيبة كمان لانه انا بتهيالي انه العيب لما بيوصل انه يشارك في بطولة زي كده اعتقد انه ده طبيعي جدا بيبقى عايز يطلع احسن مستوى واحسن قدرة عنده شايف انه الكرة اللي قدمها الاهلي في الفترة الاخيرة او اللي كانت بمثابة مشوار دوري عام وايضا استعداد لكاس عامل اندية مطمناك ولا الاهلي رايح بكزا دايلامة كده محتاج مستوى الموسيماني يفكها ويحضر لها قبل ما يبتدي مطشت بحيل انا شايف انه العكس فعلا انا شايف انه اه ممكن بس في بعض الناس او الميديا ما بتبقاش فهمة فلسفة المدرب في اللي كان بيعملو في الخمس ستة مطشط اللي فاتت كان ايه يعني مثلا في ناس كدير اتكلمت عن معضلة محمد شريف والتر بواليا الموسيماني مدرب بيذاكر كويس اوي وبيحضر كويس اوي ومعاه الجهاز معاون من اول سامي امصان وباقي المجموعة كيفين جونسون ورانجوجا انا شايف انهم مجموعة متكاملة النقطة الاهم من ده مثلا معضلة شريف والتر بواليا هو موسيماني شايف انه شريف في التوب فورم بتاعته بواليا لسه جاي فهو بيحاول يديله علشان يوصل للتوب فورم قبل ما يسافر معاك كاس العلم للان داي شريف اريدي في التوب فورم هي الفكرة كول لها بقى انه المدرب كمان بيقدر يهندل ده ازاي مع اللعيبة جوه وقوة اللبس انه اللعيب يبقى متفهم الكلام ده لكن ممكن تظهر للناس الجمهور انه لأ ده ليه والتر بواليا بلعب وليه شريف ما بيلعبش وشريف جاهز وطاهر وشريف الموضوع مش كده خلص الموضوع انه انا مش ببص لمباراة واحدة انا كمدرب بيبقى اهمين انا عايز اكسب المباراة اللي جاي لكن في نفس الوقت انا عندي بقية الموسم انا عندي الدور التاني بفكر هعمل فيه ايه وبشوف اللعيبة اللي انا جايبها وبشوف مين اللي احتياطي بتاعي وبشوف انا اقدر اريح مين بعد كده والتدوير اللي هعمله هيبقى شكله ازاي فالمسلمان يحاول طول الفترة اللي فاتت انه هو يجهز كل اللعيبة اللي معاه انها توصل للتوب فورم علشان يبقى حتى لما يحصل حاجة زي اصابة كابتن وليد سليمان باتمانداله الشريف واتمانداله يرجع في اصعى وقت يبقى عنده البديل جاهز صارة كبيرة صارة كبيرة طبعا هو لعيب لاب كاس عالم هل حد جاهز يلعب دور وليد في البطولة الفريق جماعيا يقدر يلعب الدور ده انا شايف انه بس وليد خد بالك وليد خبرة وليد عنده الحتة بتاعة كاس العالم دي وليد عنده قدرة على القيادة وليد عنده القدرة انه يسيب بصمة حتى لو كان مساحة مشاركته مش كبيرة قوي مين في الاهل من وجهة نظرك ممكن يكون انا شايف انه وليد سليمان يمكن موسيمان يقالها عنه هو لعيب كلاسيكي واللعيب الكلاسيكي ده ما بقاش موجود كتير دلوقتي في مصر واللعيب اللي موجود دلوقتي يبقى اللعيب الشاب اللي بعتمد على السرعة والقوة والمهارة فيعني وليد عنده كل ده وعنده حتة الخبرة اللي حضرتك قلت عليها اعتقد انه في الملعب لأنا ما قدرش يحدد اسم بعينه انه هو يعوض وليد سليمان لانه كمان وليد في الفترة اللي هو موجود فيها دلوقتي هو له مهام محددة بيعملها مش زي وليد من خمس سنين فاعتقد انه البديل بتاعه بديل شاب وهيكون الموضوع موضوع لعب جماعي واعتقد انه الاهلي قادر على انه يحقق يعني نتيجة ايجابية بالتشكيل اللي موجود دلوقتي طيب تقول لي كده لو مذاكر دحيل كويس ايه مواطن القوة اللي علينا ان احنا مجهزين نفسنا لها اللي لابد ان احنا نعمل لها الف حساب وايه مواطن الضعف او الصغرات اللي شايفها فرقة الدحيل وانه علينا ان احنا نستغل لها افضل استغلال انا شايف انه الدحيل عنده ادواردو اللي هو دودو وعنده علي كريم اللي جابه الايراني اي واعتقد انه وادميلسون اعتقد انه ادميلسون يعني هو الجانب الهجومي بتاع الدحيل قوي قوي لكن وسط الملعب هو اللي يحسم المعركة كلها وبرضه بالمناسبة مشاركات سابقة لبنادي الاهلي وسط الملعب هو اللي ممكن يحسم لك كل شيء لانه قبل كده في مباراة مثلا مع باتشوكا المكسيكي في 2008 في طولة 2008 بتتقدم اتنين وتخسر بعد كده ليه لانه انت اصلا ما كنتش مسيطر على نص الملعب لكن بمهارات فردية كان في الجزء الامامي كان ابو تريكا وفلافيو قدرت ان انت يعني تسجل هدفين لكن بعد كده المباراة فلتت منك فاعتقد انه انا شايف انه الدحيل عنده الجزء الهجومي خصوانا الاطراف اقوية جدا لكن وسط الملعب عمك وسط الملعب الموضوع هيبقى فيه صراع ومنافسة كبيرة حسب التشكيل كمان اللي هيبدأ بيه مسلماني في وسط الملعب مين العناصر اللي هو هيبدأ بيه هل هيبدأ بديانج سلية هل هيدي حمد فتحي هيكمل لانه بدأ الماتشاط اللي فاتت دي هتفرق هي لعب تلاتة ولا لعب اتنين برضو لانه برضو قرر انه لعب تلاتة دي في اكتر من المباراة من المباراة اللي هي تقيلة فنيا شوية كان بلعب تلاتة في وسط الملعب اعتقد ان ده هيفرق كتير التشكيل بالنسبة لك محسوم ولا فيه مراكز معينة مش واضحة بشكل نهائي اعتقد ان التشكيل محسوم هو ممكن بس يبقى فيه تغيير اللعيب في وسط الملعب ما بين بقى سولايا وديانج وما بين حمدي فاتحي اعتقد كمان انه الخط الامامي بس برضو كهرباء ولا هيبدأ حد تاني طب تقولي التشكيل كده اللي انت يعني متوقع او تتمنيه يمثل اهلي في مطش الدحيل انا الحقيقة يعني انا اتمنى بس انه في وسط الملعب تتحسم حينة اتنين او تلاتة هذا الاهم تمام يعني لعب اربعة اتنين تلاتة واحد ولا اربعة تلاتة تلاتة ولا هتلعب انت افضل بالنسبة لك ايه انا شايف انه لا انا ابدأ باتنين ويكون اللعيبة اللي موجودة ممكن عندها التوازن الدفاعي مع الهجومي لانه انا ممكن احط لعيب يكون عنده النزع الهجومية عالية قوي مثلا زي كهرباء ويكون مثلا في الجانب الدفاعي مش هيديني مية في المية زي ما انا محتاج في المباراة دي او محتاج للمرأبة لعيب معي تشكيلك على اربعة تلين ثلاثة واحد على اربعة تلين ثلاثة واحد انا شايف انه طبعا طبيعي الشنوي معك اعتقد الوقت علي معلول اساسي ما اعتقدش انه يعني محمود واحد هيكون بديل استراتيجي كويس معنا ياسر ابراهيم انا تمنى انه هو يكون موجود قده بشكل كويس ايمن اشرف اساسي ما بقاش في كلام يعني في ايمن اشرف باداء الفترة اللي فاتت هتقعد بدر اعتقد انه بدر مش هيقعد لا بدر مش هيقعد لكن في النهاية بقى موضوع الدفاع ده اعتقد انه مسلماني هيغير فيه لكن مش بدر لكن مش بدر اعتقد انه ممكن يكون عنده فكرة تاني في حتة ياسر ابراهيم ما عرفش هيفكر فيها ازاي بس ده احساسي يعني لانه برضو مش ثابت عليها الفترة يعني يلعب بياسر وبدر وايمن اشرف ممكن يلعب بياسر وبدر وايمن اشرف وممكن يغير ياسر ممكن يغير ياسر واليمين ناحية اليمين انا اعتقد انه الخيارات ناحية اليمين مش مش كتير قوي دلوقتي ف لا مش مش قادر احددها قوي لانه هقول لك حاجة انا شايف انه مسلماني الفترة اللي فاتت تغير في التشكيل اكتر من مرة اي بالزبط بالزيت في حتة نص المعد وفي التامرين يعني فيه لعيبة في التمرين كان بتلعب في مراكز غير مراكز هذا الضبط في نقطة تانية انه انا الحييبة بحبش حط across يا سامي اللعły عشان فيه لعيبة بتزعل اه او مش انه لعيبة بتزعل فيه لعيب بيظن انه هو مجتهد اكتر 騎 على casa شاء يعني انا انا شايف انه كل اللعيبة يتوفر يتوفر كل اللعيبة يتوفر بأخذ بالك انت الاهل السندي احنا حسنها مزي السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كنا اوقات كتيرة جدا مش بنبقاش تقين حداشر. يعني يعني يعني. لا عشان الاصابات كمان. عشان الاصابات. يعني الاصابات كانت اكتر شوية. ولعيبة خرجت من القايمة يعني. والتغييرات في القايمة فعلا. لكن انت دلوقتي عندك وفرة في المراكز او. كورونا. او استقريت قوي على السكواد بتاعك. اعتقد انه لا الفترة اللي جاية ما فيهاش ازمة في موضوع الاختيارات قوي. اه. لكن يبقى فيها ازمة في مين اللي قاعد لان اللي قاعد كلهم لعيبة كويسة. يعني كل اللي قاعد يقدر يلعب ويقدي بشكل كويس. انا يعني اعتقد انه التشكيل الامثل موسيماني ممكن يبدأ بنفس التشكيل اللي بدأ بيه اخر مباراة مع وجود اه. طيب. نقطتين برضو مهمين لابد ان احنا نخدهم في الاعتبار واحدة مادية بالنسبة للدحيل واحدة معنوية بالنسبة الاهلي او هم اتنين بالنسبة الاهلي. الدحيل على حسب احصائيات الاتحاد الدولي هو اكثر الاندية الاسيوية انفاقا في الصفقات والتدائمات في عشرين عشرين. دي ناحية. ناحية تانية الاهلي بيدخل البطولة دي هو طبعا بطل افريقيا ونادي القرن الافريقي. لكن واخد كمان اكتر تاني اكتر اندية العالم حصولا على الالقاب القرية. ودي جايزة يعني ياخدها من قريب. الحاجات دي تفتكر ممكن يكون لها مرضود او تأثير على المواجهة ولا برا الحسابات. لأ برا الحسابات. اعتقد انه لما تلعب كاس عالم اندية وهي مباراة نوكاوت. الموضوع مش خروج المقلوب بالزبط. مش هيبقى فيه مش هيبقى فيه حتة حسابات المالية او الكلام. لانه لو قلنا بالحسابات المالية فيه فرق كتير صرفت كتير اوي وما خدتش حاجة. اعتقد انه الموضوع بيعتمد على فكرة التكامل الفني اللي موجود في الفريق. الجهاز الفني مع مجموعة اللاعبين. مدير الفني مع مجموعة اللاعبين. انا ادريك ان دحيل ستسمر جامد جدا في حتة المدير الفني. من قبل كده من الاول من الفين وعشرة لما جاب جمال بالماضي وداله السيقة ان هو يشتغل. وجمال بالماضي بعدها ما فيش بقل من عشر سنين خد كاس قوم افراقيا مع منتخب الجزائر. ايه. جمال بالماضي هو اللي ممكن نقول انه صنع السياسة اللي ماشي بيها الدحيل فنيا لحد دلوقتي حتى مع صابري لا مش ايه. في الفترة لانه تولت دحيل مرتين جمال بالماضي. المرة تانية كانت اعتقد تلات سنين متواصلة. وخد معاهم البطولات المحلية كلها. فاعتقد انه هو استسمر كتير. اه. لكن المردود الفني في الملعب في مباراة زي مباراة ضد النادي الاهلي. في كاس العالم للاندية. اعتقد موضوع الفلوس مش هيبقى اه لو تأثير. تاريخك انت بالتأكيد لو تأثير. انت برضو على فكرة بالمناسبة ان الجمهور النادي الاهلي. ام. هيكون موجود وهيكون داعم كأنه في مصر بالزبط. وده علشان النادي الاهلي ده النادي الاهلي المصري. نادي التاريخ. نادي اللي متأسس سنة الف سنة سبعة. طبعا انا قلت انه احلى حاجة في الاهلي جمهوره العظيم الحقيقة الحاضر وساند وداعم لفرقته. وبتهيألي كمان واحد من الحاجات الحالوة اللي هنستنعها في البطولة دي في مطش النادي الاهلي مع الدحيل. جمهور الاهلي في مدرجات. وحشنا المنظر. وحشنا التشجيع. اه وحشنا المسند الجماهيرية. وبتهيألي جمهور الاهلي عمره ما هيكون غايب على اه مطشاط الاهلي. انا اقول مطشاط لان انا اتفاقلوا بالخير تجدوه زي ما بيقولوا. كده يعني اتمنى ان شاء الله بإذن الله يبقى اكتر من مباراة والاهلي يتقدم في البطولة. ودور الجمهور الاهلاوي يكون حاضر ان شاء الله في مونديال العالم للاندية. شرفتنا ونوطنا عمر. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. وان شاء الله يكون لها لقاءة تانية نحتفل فيها بنجاح الاهلي في بطولة كاسة العالم. انا اتمنى التوفيق للنادي الاهلي في البطولة. وبإذن الله يفرح جمهوره وجمهور مصر. ان شاء الله بإذن الله. زي ما تعودنا دايما. زي ما تعودنا دايما ان شاء الله. بشكر حضراتكم على مدار الاسبوع. اسبوع كامل عنوانه مشوار الاهلي في كاسة العالم الاندية. هنتبع لحظة بلحظة ونحاول على قد ما نقدر نلقل لحضراتكم الصورة من على الارض في المونديال. بشكر حضراتكم على المتابعة ونقابل حضراتكم بكرة. تحياتي لكم.